اهلا بحضراتكم بعد الفاصل لسه في محطات كتيرة جدا مع نجمينة كابت المختار ممكن انت بعد ما اعتزلت فكرت في التدريب ليه فكرت في التدريب ومفكرتش في الإدارة أكيد كل واحد بيحس بالحاجة اللي ممكن ينجح فيها انا يمكن بلده إدارجي مش قوي قوي هل التدريب موهبة والإدارة موهبة؟ طبعا الإدارة موهبة الإدارجي ده حاجة هيلة جدا جدا انت حتى ساعة تقول ده دواد إدارجي في اللغة الدرجة بتاعتنا فده الأمر الإداري ده حاجة بيبقى يعني تلاقيه بلده موهب هو موهوب في الحتة دي فأكيد ان بلده دي مش موهوب فيها قوي فاخترت التدريب فاخترت التدريب اللي هو أحب إلي اللي هو لاقي في نفس فيه طيب مختار مختار من المدربين اللي انت تعلمت منهم وقلت ده من المدربين اللي انت تعلمت منه حاجة أثناء التدريب وقلت ده هيبقى كنبلة بالنسبة في التدريب لا يعني اللي انا اشتغلت معهم ولا انا اشتغلت معهم المثل كبار هو كابتن جوهر كابتن جوهر اه كابتن جوهر اشتغلت مع مدربين أجانب في النادي اللي اه بس كابتن جوهر كان مثال كبير جدا بالنسبة لي الله يرحمه يعني لا المثال دوت ليه هو كفنيا وكا يعني كإداريا يعني هو كمان قريب مني جدا فدي سعادتني بشكل جبيل جدا يعني انت تعلمت من الكابتن جوهر يقول لحاجة الله يرحمه الله يرحمه موصفات المدير الفني الناجح بتتلخص فيه بتتلخص في انه هو يعرف يتعامل مع لعبته قول لي موصفاته ويعرف يعني ببساطة كده يعني زي ما أنا قلت لك مثال مثال لي دكوتي عالف ينزلي وياخد مني أفضل شيء فبالتالي أنا لما أتعامل مع اللعبة التعاملات بتاعتي أعرف أتعامل مع مصطفى إزاي وأعرف أتعامل مع الخطيب إزاي ما يتش هينفع أنه أتعامل مع لتنين زي بعض أكيد ده له مدخل ولاوت له مدخل إذا أنا قدلت يعني يعني يبقى لي الخاصية دي أو الفهم ده مع لعبتي أقدر أخد منهم بشكل كويس التعاملات النفسية أفضل يعني العمل النفسي أساسي أهم بكتير جدا جدا من الحمالجات الفنية هلش رخصية المدرب بتفرق كتير جدا مع لعبين؟ جدا جدا في لعبة في لعبة بتدي الفرقة ساعات ساعات ممكن تدي الفرقة أكتر يعني تدي للفرقة عشان المدرب أكتر من الفرقة أهلا